أستاذ دسوئي من أسواني تفضل أستاذ دسوئي معنا عليكم سعادة الدكتور عليكم سعادة أستاذ دسوئي وحددك بخير الحمد لله الحمد لله رايجين وطيبين الحمد لله كل تمام ربنا أديك مساحة جميعا يا رب وانت رايج تمام بخير كل تمام والله يا رايج تفضل سنة كان برحنا صلينا المغرب واحتفالنا ليلة النظر من شعبان توكلنا على الله وقرأنا صورة ياسين وركعتين ودعونا معه ثم نهار شعبان توكلنا على الله ثم النهار بتعليلت النظر فجوني بعد الناس قالوا لهذه بدعة والنظر مع منهاش وكده عيسألك سؤال لله يعني سؤال بسيط كده سهل كده هو الحديث مش سبت عن حضرة النبي أنه كان يصوم شعبان حتى لا يفطر نعم وليلة النصف من شعبان دي في شعبان ولا في رجب لا في شعبان طبعا يبقى انت سمت حاجة كان بيصوم على حضرة النبي ولا لا نعم يبقى اللي بيقول كده هو المبتدع اللي بيقول كده هو استنى بس لما حد ييجي يقولك كده حاجة سوءي تقوله ايه فين الدليل لما ييجي يقولك لما ييجي يقولك حاجة سوءي انه ما وردش عن النبي قوله لا انت بتقول لبدعة يبقى ورد عن النبي انه هو نهاني ان انا اصوم اليوم ده هل ورد عن النبي انه هو نهى عن الصيام في اليوم ده تمام ما وردش ده بس ده العكس انه ورد عن حضرة النبي انه هو صام اليوم ده ازاي صام اليوم ده لانه كان بيصوم شعبان يكاد يكون لم يصوم شعبان كله إلا شعبان غير رمضاء فهو خلاص ده مش حتى والاحتفال بتاعهم بعد المغرب بالدعاء والاحتفال بعد المغرب بركة يا سيدي ده كان سيدنا الامام علي كان لا يترك القيام في اربع ليالي اول رجب والنصف من شعبان وليلة العيد وليلة الاطح ده الادلة يا مولانا ما فيش اكتر منها وبعدين واحد جاي يذكر ربنا واحد وعنده النص عنده الاية في كتاب الله اذكروا الله ذكرا كثيرة وسبحوا بكرة وعصيلة انت واحد عنده اكتب ربنا بيأمره بالذكر ييجي واحد يقول له الذكر حرام الكلام اللي يطلع من فم الراجل ده هو اللي حرام ليه بقى حرام لانه بيتأول على الله ولا تقول اللي ما تصفوا سيناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ليه تفتروا على الله الكذب فهو بيفتري على الله يا سيدي احنا بنعمل بذكر الله وبنصوم النصف من شعبان اللي مش عايز يصوم ما يصومش بس ما يبقاش يصد عن سبيل الله يا جماعة الخير اللي بيقول للناس ان قيام الليل وذكر ليلة النصف من شعبان ودعاء النصف من شعبان ده بيخالف كل نصوص الكتاب والسنة واللي بيقول للناس ان صيامكم صيام النصف من شعبان ده بدعة الراجل ده مبتدع مبتدع ليه لانه بدعة قاعدة بتقول ما لم يفعله النبي فهو بدعة وهذه لا دليل عليه لان احنا دلوقتي بنقرأ في المصحف حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم هل حضرة النبي كان يقرأ في مصحف انا عارف ان حضرة النبي كان اكرم الخلق بانه كان لا يحتاج الى القراءة والكتابة لانه علمه من عند الله وما ينطق عن الهوى عارفين كده فسعادة النبي كان يقرأ في مصحف طب هل قراءة الناس في المصحف الان بدعة ولا قراءة المصحف ولا جمع المصحف من اول سيدنا ابو بكر غاية ما اطبع على ايد سيدنا عثمان ثم انتشر على ايد سيدنا عثمان هل احد مش قال ان اللي فعلوا ده كان واجب فجزاهم الله خيرا فعلوا شيئا لم يكن في يفعله النبي سيدنا عمر لما جمع الناس في التراويح وخلاهم يصلوا رمضان كله مع ان رسول الله صلى بيهم اول يوم وتاني يوم وارضيش يطلع ثلاث يوم عشان ما يفرطش عليه وسيدنا عمر قال له دي بدعة قال له من نعمة البدعة ايه فاللي حاصل اي حد يقول الكلام ده هذا يصد عن سبيل الله ويمنع الناس من ذكر الله وعبادة الله ويضيق صدور الناس ويخليهم صدورهم قسية خلوا الناس تتعرض لنفحة الله تعالوا نقول كده ان الاحتفالات التي يفعلها الناس من تلاوة القرآن والتذكير بالله ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكير الناس بالصوت الحسن حتى يذكروا الله ويسعدوا هذا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها والحمد لله اللي احنا لغاية دلوقتي عندنا سنة التعرض لنفحات الله فهمت يا مولانا قول لهم كده ترجمة نانسي قنقر